اشتركوا في القناة إما أن يكون مفرد وإما أن يكون مسنى وإما أن يكون جامع طيب نبتدي بقى نبص على الاسم في اللغة الإيطالية هللاقي أن أي اسم في اللغة الإيطالية ليه احتمال من أربع احتمالات إما أن يكون مفرد مذكر وإما أن يكون جامع مذكر أو مفرد مؤنس أو جامع مؤنس معنى كده أن أي اسم عندي في الإيطالي هيبالي كم احتمال أربع احتمالات لمفرد مذكر لجمع مذكر لمفرد مؤنس لجمع مؤنس معنى كده ان ما فيش مسنة في الإيطالي على سبيل المثال كلمة كازا كازا دي طبعا معناها منزل نبص عليها في الإيطالي لان هي مفرد مؤنس وان كان طبعا عندنا في اللغة العربية منزل مفرد مذكر ما ليش علاقة باللغة بتحتي انا بدرس لغة اجنبية بقواعدها بعلمها الكلمة التانية هلاقي ان هي في الإيطالي مفرد مذكر كلاسي فصول الكلمة دي جمع مؤنس كوادرني كشكيل الكلمة دي جمع ايه مذكر طب انا اديت اربع اسماء شباب باربع نمازل مختلفة عشان بس نفهم ان اي اسم في الإيطالي ليه كم احتمال اربع احتمالات انا مطلوب مني كطالب بدرس ايطالي بشكل اكاديمي ان انا دلوقتي يكون عند القدرة ان انا حدد اي اسم اول على الاسم ده اني حالة من ايه من اربع طيب القاعدة الاولى يا شباب هي قاعدة الاسم العادي قاعدة الاسم العادي تمام قالك ان الاسم العادي ده ينتهي باربع نهايات اما يكون نهاية او واما ينتهي بالا واما ينتهي بالا واما ينتهي بالا تمام فالاسم العادي ليه اربع احتمالات طيب ليه اربع احتمالات باربع نهايات كل نهاية وشدها حالة بمعنى يعني الاسم العادي لو اخر او يبقى ده مفرد مذكر أخر إي يجمع مذكر أخر آ مفرد مؤنس أخر إي جمع مؤنس معنى كده أن كل نهاية وصدها إيه وصدها حالة معنى كده أن السيادك لما تيجي تشوف أي اسم عادي في الإيطالي كل اللي هعمله هبص على نهايته أخر آ يبقى مفرد مذكر أخر إي جمع مذكر أخر آ مفرد مؤنس أخر إي جمع مؤنس على سبيل المثال كلمة رجعت صام انا عندي الكلمة دي موجودة عندي في الإيطالي هبص على نهايتها هلاقي ان اخرها ايه طبعا راجاتسو معناها ولد يبقى الكلمة دي ولا مغمض مفرد مذكر طيب عشان اجمعها عايز اقول كلمة اولاد تمام كل اللي هنعمله هنشيل النهاية المفرد ونحط نهاية الجمح يعني هشيل ال او وكتب اي يبقى جمع راجاتسو راجاتسي اللي هي ولد واولاد طيب الكلمة التانية كواديرنو كواديرنو تشكول اخرها ايه اخرها او تبقى مفرد مذكر عشان اجمعها نفس القصة كل اللي هعمله هشيل النهاية المفرد وحط نهاية الجمح اللي هي بشيل ال او واكتب ال اي لكن ال اي دي عندنا مثلا بتساوي ال واو النون الجماعة يبقى كواديرنو جمعها كواديرني تمام طيب المفرد المؤنس ينتهي بال او والجمح بال ايه نفس القصة بنا بنا قلم قلم ده مذكر يا مستر انت مالك اخره ايه اخره اا يبقى في الايطالي قلم كلمة مفرد مؤنس طب عايز اجمع اقول اقلام عادي جدا نفس الكلمة بنزلها هي هي كل اللي بعمله بشيل نهاية المفرد المؤنس وحط نهاية جمع الايه المؤنس يبقى بيننا جمعها بين ايه كازا منزل اخرها ايه احد يش قول لي منزل ده مذكر اخرها ايه اخرها اا احنا بنتكلم بالايطالي يبقى اخرها اا تبقى مفرد مؤنس عشان اجمحها كل اللي هعمله هشيل الا وحط مين وحط الايه يبقى كازا جمعها كازا يبقى كده يا شباب الاسم العادي سهل جدا الاسم العادي ليه اربع نهايات تمام؟ كل نهاية اصدها حالة لو انتهى بالاو يبقى الاسم ده مفرد مذكر انتهى بالايه جمع مذكر انتهى بالا مفرد مؤنس انتهى بالايه جمع مؤنس تمام؟ يبقى دي اول طريقة بنخش بها على الاسماء عشان نحدد ان الاسم ده اني حالة من كام؟ من اربع على سبيل المثال الجدول قدامك ده انا جايد مجموعة من الكلمات او الاسماء بقولك حدد نوع وعدد الاسم يعني ايه نوع؟ يعني مذكر او مؤنس يعني ايه عدد مفرد او جمع اللي هي الاربع حالات بتاعت الاسم طبعا ميم كاف اختصار مفرد مذكر جيم كاف جمع مذكر ميم س مفرد مؤنس جيم س جمع مؤنس يعني على سبيل المثال اول كلمة كومبيتو معناها واجب الكلمة دي مفرد ايه او جمع ايه ماليش علاقة هبصة عن نهاية اخرها او تبقى مفرد ايه مذكر اجمحة كومبيتي واجبات بنة اخرها ا مفرد مؤنس اجمحة بنة يبقى قلم اقلاء سيارة طبعا اخرها ا مفرد مؤنس اجمحة اشيل ال ا واكتب ايه تبقى مكينة كوادرنو اخرها او طبعا كوادرنو معناها كاشكول مفرد مذكر اجمحة كوادرني سكوالا مدرسة اخرها ا مفرد مؤنس اجمحة سكوالا اميكو صديق مفرد مذكر اميكي اصدقاء جمع مذكر بيدزا مفرد مؤنس جمعها بيدزا جمع مؤنس ترينو اخرها او مفرد مذكر كطار جمعها تريني جمع مذكر يبقى كل اللي عملناها شباب شلنا نهاية المفرد وحطينا نهاية الجمع يبقى كده شباب قلنا الاسم العادي ليه اربع نهايات كل نهاية قصدها حالة تمام طيب نخش بقى عن نوع التاني من الاسماء اسمها الاسماء الشازة طيب يعني اسم شازي اسدزة وليه تسمى بالاسم ده قالك ان الاسماء الشازة دي ليها نهايتين فقط اما تنتهي بالاي واما تنتهي بالاي بمعنى الاسم الشاز ينتهي بالاي اذا كان مفرد بنوعيه يعني ايه مفرد بنوعيه مذكر او مؤنس يبقى اي اسم شاز مفرد لازم يكن آخره ايه يا فى شباب سواء كان مذكر او مؤنس طيب وينتهي بالاي اذا كان جمع بنوعيه نفس القصة مذكر او مؤنس تمام يعني على سبيل المثال الكلمة الأولى كلمة بادري بادري معناها أب أخرها إيه؟ لو الكلمة دي أنا مش حافظ إن الاسم ده اسم شاز هقول عليه جامعة مؤنس لكن أسمها الشازة طبعا تحفظ فكلمة بادري معناها أب كلمة شازة مفرد مذكر طب عايز أجمعها هنشيل الإيه وهنكتب إيه تبقى جمعها بادري أباء طب الكلمة الثانية مادري مادري أم كلمة شازة مفرد مؤنس أجمحها مادري بالإيه يبقى الاسم الشاز الشاز يا شباب ليه نهيتين إما إيه وإما إيه إيه مفرد بنوعيه وإيه جمع بنوعيه طب كده يا مصدر قبلتنا مشكلة طب أنا قاعدة الاسم العادي ليها أربع نهايات كل نهاية وصدها حالة والاسم العادي ده سهل جدا طب الاسم الشاز وهفرق إزاي بين الاسم العادي والاسم الشاز هقول لك أن اللغة ما سابتنيش في القصة دي الأسماء الشازة هي عددها قليل وحلها تحفظ يبقى أنا حافظ مجموعة الأسماء الشازة اللي ليها نهايتين وحافظ من الأسماء المذكرة والأسماء المؤنسة مادون الشاز قاعدة بمعنى يعني أي اسم أنا مش حافظه في الشواز هطبع عليه قاعدة الاسم العادي في النهايات طيب على سبيل المثال دي مجموعة الأهم الأسماء الشازة اللي منها المذكرة ومنها المؤنس طبعا الاتنين سواء مذكر او الناس في المفرد ايه وفي الجامعة ايه طيب امثلة شباب للشواز المفرد المذكر اول كلمة طبعا كل دي مجموعة الاسماء الشزة اللي هي مفرد ايه مذكر طبعا في الافراد ايه وفي الجامعة ايه يعني اول مثال بادري جامعها بادري بال ايه طب مجموعة الاسماء الشزة المؤنسة اللي ستك لازم تحفظهم طبعا في المفرد نفس القصة ايه وفي الجامعة ايه مادري كلاسي كيافي كابيطالي كانسوني استاتي اماجيني نوتي طوري فوتي فيرسيوني طبعا كل الاسماء دي يا شباب اسماء شزة في المفرد ايه وفي الجامعة ايه يبقى يا شباب خلاصة الاسم في اللغة الايطالية يبقى خلاصة اللي احنا اتكلمنا فيه ان اي اسم في اللغة الايطالية يبقى يا شباب خلاصة الاسم في اللغة الايطالية يبقى خلاصة اللي احنا اتكلمنا فيه ان اي اسم في اللغة الايطالية ليه احتمال من اربع احتمالات لإما يكون مفرد مذكر لجامع مذكر لمفرد مؤنس لجامع مؤنس إزاي أن أنا أقدر أحدد أي اسم أني حالة من الأربعة دول؟ إحنا عندنا طريقتين قاعدة الإسم العادي إن أنا ببص على نهاية الإسم أو آخر أو يبقى مفرد مذكر آخر إيه جامع مذكر آخر آ مفرد مؤنس آخر إيه جامع مؤنس لإما مجموعة أسماء إسمها أسماء شازة أنا حافظها والأسماء الشازة ليه نهايتين بس يا شباب إما إيه وإما إيه إيه مفرد بنوعيه سواء مذكر أو مؤنس إيه جامع بنوعيه إيه تمام؟ يبقى أنا حافظ مجموعة أسماء شازة حافظ من إيه هي الأسماء المذكر أو إيه هي الأسماء المؤنسة أي اسم أنا مش حافظه في الشواز هطبع ليكوا عدد النهاية تمام؟ يعني مديكم 8 أمثلة بس عشان نشغل مخينة على القصة يعني هنا قلت لك حدد نوع وعدد الأسماء التالية كلمة أميكو أنا عندي أي اسم خلاص التفانى ليه احتمال من أربعة تمام؟ طيب أعمل إيه يا شباب قبل ما بص على النهاية أعمل إيه؟ هل الكلمة دي أنا حفظتها في الشواز؟ كلمة أميكو أنا مش حافظها في الشواز صح؟ يبقى هبصة على النهاية آخرها أو مفرد مذكر وعايز أجمعها هشيل لأ و وكتب إيه أميكو طبعا معناها صديق طيب الكلمة التانية بيننا قلم حافظها في الشواز؟ لا مش حافظها في الشواز مش موجودة هبصة على النهاية آخرها آ تبقى مفرد مؤنس عشان اجمعها هشيل القاوة تبقى معناها مدارس الكلمة دي حافظها في الشواز لا مش موجود اخرها ايه تبقى دي جامع مؤنس محدش يقول دي اسم شاز لا مش حافظينها في الشواز اخرها ايه تبقى جامع مذكر طيب لا دي انا حافظها في الشواز وحافظ ان دي شواز المذكر يبقى دي مفرد مذكر طبعشان اجمعها هشيل الايه واكتب ايه تبقى باتري ماضري ام حافظها في الشواز اخرها ايه مفرد مؤنس طبعا والجامع نفس القصة بashil الايه واكتب ايه كان كلاب طبعا كان انا حافظها في الشواز المذكر لكن هنا اخرها ايه تبقى دي جامع مذكر كانتسونة اغنيات طبعا هنا حافظها في الشواز اخرها ايه? تبا دي جمع ايه? جمع مؤنس. يبا ده خلاصة درس الاسماء يا شباب. الطريقتين بتاع اللي احنا اخدناها. الطريقة الاسم العادي. ببص على النهاية. الاسماء الشازة انا حافظها. ما دون الشاز قاعدة يا شباب. طيب. اه كده تبقى لنا بس نقطة واحدة او مدخل تاني من مداخل اللي بتساعدنا بتحديد الاسماء من حيث الافراض والجمع التسكير والتانيس الا وهي مدخل قواعد الاسم. طيب. ايه الفرق يا شباب بين مدخل القواعد ومدخل الاسماء الشازة? الاسماء الشازة او طريقة الاسماء الشازة بتحديد نوع وعدد الاسم يا شباب. الاسماء الشازة دي عبارة عن مجموعة من الاسماء اللي انا حافظهم. تمام? والاسماء دي في المفرد المذكر والمؤنس ينتهج نهاية واحدة. وجمع مذكر والمؤنس نهاية واحدة. يبقى الاسماء الشازة في الايطالي نهاية واحدة للمفرد بنوعيه ونهاية واحدة للجمع بنوعيه. بس دي مجموعة من الاسماء انا حافظهم. اما مدخل القواعد فانا ما بحفظ اسماء. انا بحفظ قاعدة وتطبق على اي اسم في اللغة الايطالية ينطبق القاعد. ده الفرق يا شباب بين مدخل الاسماء الشازة ومدخل القواعد. طيب احنا لما نجي نتكلم عن قواعد اللغة الايطالية. اقرب مثال لها في العربي مثلا اي اسم ينتهي بتاعة تأنيس يبدأ مؤنس. وونون يبدأ جامع مذكر وهكذا. طيب نبص على اشهر ست قواعد عندنا في اللغة الايطالية بالنسبة لتحديد الاسم. اول قاعدة بتقول ان اي اسم ينتهي بالمقطع يكون مفرد مؤنس ويجمع بالاي. تمام? يبقى انا اي اسم عندي في الايطالية ينتهي بالمقطع ده ولا نغمض مفرد مؤنس. زي كلمة لتسيوني درس. اشد خط تحت مقطع تسيوني اخرها تسيوني تبقى مفرد مؤنس. عشان اجمعها كل اللي هعملوها شهي نهاية الاي وحط الاي. يبقى الجامع لتسيوني دروس. طيب القاعدة تانية يا شباب. اي اسم ينتهي. واخد بالك انا بقول اي اسم. ينتهي بالمقطع تاري. يكون مفرد مذكر. كلام جميل. هنا بقى ممكن اجيب منه مؤنس. طب اعمل ايه? اشيل مقطع تاري واكتب تريتشا. وجامع الاتنين بالاي. ايه معنى? يعني كلمة اتاري. اتاري. اخيرها ايه? المقطع تاري تبقى مفرد مذكر معانها ممثل. طيب. عشان اجمعها هشيل الاي واكتب ايه تبقى اتاري ممثلين. طب اللقصادة اتريتشا. اتريتشا. اخرها المقطع تريتشا معناها ممثلة. طيب اجمعها اتريتشا ممثلات. يبقى اي اسم ينتهي بالتسيوني مفرد مؤنس. اي اسم ينتهي بالتاري مفرد مذكر ويؤنس بتريتشا. طب القاعدة الرقم 3 دي مهمة جدا. اي اسم ينتهي بالمقطع استا. ده بقى يشير في المفرد الى مذكر ومؤنس. يعني ايه? يعني اي كلمة اخيرها استا. لو فتحنا قموس ايطالي ايطالي. هنلاقل ان الكلمة دي مفرد مذكر ومفرد مؤنس. اللي اتني مع بعض. طب انا احدد ازاي? اللغة ما سابتنيش. قالك ويتم التحديد من خلال الاسم. هل احمد ولا فاطمة؟ اداة التعريف. هل الاداة دي تصبك مفرد مذكر او مفرد مؤنس؟ الصفة. هل الصفة دي وغدة تبعية المذكر ولا تبعية المؤنس؟ بمعنى. يعني عندنا كلمة زي دينتيستا. دينتيستا. اخيرها المقطع استا. هنفتح القموس هنلاقي معناها طبيب او طبيبة. انا بقى في الجملة اللي احدد. يعني اول جملة بقولك. علي ايه? ان دينتيستا برافو. علي يكون طبيب شاطر. تمام? طب كلمة دينتيستا دي تمشي الاثنين. طبيب او طبيبة. لكن في الجملة دي. الدني علي. والدني اون. ادى التنكير تصبك مذكر. والدني برافو. صفة تتبع مذكر. يبقى دينتيستا هنا. طبيب. اللي تحتيها. فاطمة ايه? انا دينتيستا برافا. لا دينتيستا هنا بقى اللي تحتيها. معناها طبيبة. شفنا بقى ان الكلمة واحدة ادت معنى مذكر ومعنى المؤنس. وداني المفاتيح في الجملة. يبقى اول تلقى واعد لهم علاقة بعض يا شباب. يبقى اي كلمة تنتهي بتسيوني مفرد مؤنس. اي كلمة تنتهي بتوري مفرد مذكر. اي كلمة تنتهي بإيستا تشير الى مفرد مذكر او مفرد مؤنس. يعني القاعدة الاولى عكس التانية والتالتة شاملة الاثنين. طب القاعدة رقم اربعة. اي اسم ينتهي بحرف ساكن. تمام? فاكرين ان احنا قلنا ان اي كلمة في الايطالي تنتهي بحرف متحرك. معنى ان الكلمة تنتهي بحرف ساكن مبدئيا هي كلمة اجنبية ليست من اصل اطال. تمام? بس انا هنا ما بتكلمش عن اصل الكلمات. انا بتكلم على الافراد والجمح. تمام? يبقى القاعدة بتاعتنا اي اسم ينتهي بحرف ساكن يكون اسم اجنبي. القاعدة يبقى لا يتغير عند الجمح. يعني عشان اجيب منه الجمح هي هي نفس الكلم. يعني كلمة فيلم اللي قدامنا دي معناها فيلمة او افلام. طب انا عايز احدد. قال لك ويتم التحديد. التحديد اللي هو يا شباب. التحديد ده اللي هو فيلم او افلام. من خلال اداة التعريف او الفاعل او الصف. يعني الجملة الاولى. الفيلم دي حلم ايبال له? كلمة فيلم دي تمشي مفرد مذكر او مفرد مؤنس. لكن هنا في اداة تصبيب مفرد مذكر. وفي فعل ايه? اتصرف التصريف التالت. يبقى ده مفرد. وفي صفة مع المذكر. يبقى مع المفرد المذكر اللي دي حلم سونو بيلي. لا. هنا فيلم سبقها اداة تعريف جمع مذكر اللي هي الايه. وخدت تصريف السادس مع الجمع اللي هو فعل صونو. وخدت صفة تتبع جمع مذكر. يبقى الكلمة التانية فيلم هنا جمع مذكر. طب القاعدة رقم خمسة يا شباب. نفس فكرة القاعدة رقم اربعة. ان اي اسم ينتهي بحرف نفس القصة لا تتغير عند الجامعة. يبقى كأنه اسم جامد. ويتغير ما دون ذلك اللي هو ايه? الاداة والفاعل والصفة. يعني كلمة تشتاه مدينة او مدن. اونيفيرسيتاه جامعة او جامعات. طيب. الكايرو ايه لا تشتاه بيلا. القاهرة تكون المدينة الجميلة. هنا تشتاه مدينة. عشان كان طبعا كلمة اداة تعريف لا وصفة بيلا. طب اللي بعديها. الكايرو ايه اسوان تسون لتشتابيلا. اهرة واسوان يكون مدن جميلة. يبقى تشتاه لتحت جامع مؤنس. اخر قاعدة يا شباب. ان هناك مجموعة اسماء غالبا تنتهي بالمقطع ما. اللي هي المفروض مؤنس. قالك لا. الاسماء دي مفرد مذكر. والجامعة بتاعها بالاي? فالجامعة بتاعها عادي اما افرادها شاز. اشهرها طبعا كلمة تيمة. اللي هي موضوع تعبير. بروبليمة مشكلة. شينيما اللي هي سينيما. بانوراما. ده طبعا منظر طبيعي. بكده يا شباب نكون خلصنا جميع الطرق اللي هم تلت طرق اللي بيمكنونا في تحديد الاسم. من حيث الافراد والجامع التسكير والتأنيس. طبعا الجدوى اللي انت شايفه ده ده خلاصة الطرق اللي بتمكننا في تحديد الاسم. ادي الاسم عندك اهو. ليه كم حالة؟ ليه اربع حالات. مفرد مذكر. جامعة مذكر. مفرد مؤنس. جامعة مؤنس. بحدده ازاي يا شباب من خلال الثلاث مفاتيح اللي عندي دول. قاعدة الاسم العادي. الاسم الشاز. القواعد. الاسم العادي ان الاسم العادي بينتهي باربع نهايات. انتهى بالاو مفرد مذكر. اي جامعة مذكر. ا مفرد مؤنس. اي جامعة مؤنس. الاسماء الشازة انا حفظهم. والاسم الشاز ينتهي بنهايتين فقط. اي مفرد بنوعيه مذكر او مؤنس. اي جامعة بنوعيه مذكر او مؤنس. اخر مفتاحة شباب اللي هي مجموعة القواعد. اللي هم الستة القواعد اللي احنا لسه وقدنا. اي اسم ينتهي بتسيوني مفرد مؤنس. اي اسم ينتهي بتوري مفرد مذكر. اي اسم ينتهي بيستة يشير الى مفرد مذكر او مؤنس وانا اللي بحدد. اي اسم ينتهي بحرف ساكن. اي اسم ينتهي بحرف عدين ابرع. لا يتغير عندك جامح. يبقى فن معناها فنة وافلاها. متشطاة مدينة او مدن. اخر حاجة مجموعة كلمات التي تنتهي بالمقطع مها. دي طبعا نفرد مذكر. طب انا يا شباب دلوقتي لو عندي اي كلمة عايزة حدد نوحها وعدادها. محدش يبص على النهاية. اول حاجة هبص على الكلمة. هل فيها قاعدة? تمام. ملقيتش فيها قاعدة? هبص. هل انا احفظها في الشواز? طيب. ولا فيها قاعدة ولا انا احفظها في الشواز? يبقى ينطبق قاعدة الاسم العادي. وبص على النهاية. ان شاء الله في فيديو بعد كده ان شاء الله هنزع عليه مجموعة من التمارين. يا رب اكون افدتكم. ان شاء الله باذن الله هنستكمل مع بعض شرح طبعا قواعد اللغة الايطالية. اتباعا. ارجاء لو الفيديو اعجبك الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.